خارج الحدود توسع الجزائر شبكة بنوكها آخر لمسات الافتتاح بنكين غرب إفريقيا في كل من السينيغال وموريطانيا خطوة جديدة لتسهيل تسويق المنتجات الجزائرية في الدول الإفريقية تم استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية لافتتاح هذين البنكين الذين تم اعتماده من قبل سلطة النقدية لدولتي السينيغال وموريطانيا سيتم إنشاء هذين البنكين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وسيتمكن المستثمرون الجزائريون بفضل هذين البنكين الجديدين من الاستفادة من التسهيلات الضرورية في مجال التصدير والصرف وتسهيل تحويلاتهم المالية خطوة يراها الخبراء حالقة إضافية لتعزيز التواجد الجزائري غرب إفريقيا مرافقة وتسهيل مرافقة المؤسسات انتوعنا وتسهيل العمليات البنكية لهذه المؤسسات مهما كانت عمومية خاصة قطاعين في الجزائر متماسكين ومتظافرين قطاع العام والقطاع الخاص إذن وجود فروع بنكية جزائرية بالنسبة لهم هي مؤازرة حتى الأموال المكتسبة أو المودعة أو التي سيحن وقت تحويلها إلى الجزائر من الأفضل والأحسن أن تكون بنوك جزائرية موجودة في عين المكان هذا وسيفتح بنك الجزائر الخارجي فرعا له في فرنسا كما تم فتح مكتب صرف جديد على مستوى مطار جانت جنوب البلاد بعد إطلاق أول رحلة مباشرة بين باريس وجانت لتسهيل الخدمات المالية على السياح الأجانب